الطول هيبة كما يقال لكنه بالنسبة لعبيدة العباسي قد يكون له تداعيات أخرى فطوله يبلغ مترين واثني عشر سنتيمترا ويلاقي صعوبات حياتية جمة بسببه منها التنقل والعثور على ملابس أو فراش للنوم قبل زواجي اجيت دادور على سرير طبعا حياتي كلها فصلت سرير بس اجدها دور على سرير وتعرف الديكورات والموديلات الحلوة فمن اجدها دور على سرير عانيت يلا لقيت سرير طبعا توصوليها توصاء خاص من بغداد عن طريق تركيا اللي طول مالتا مترين وثلاثين سنتيم شغلنا لازم يعني ما يدر نجيب هيش قياسات لان اصلا ماكو لان احنا نشتغل شي ستندر ثم من الصمول للخمسة كسلاج او للسبعة كسلاج او للستة قياسات على قد لانهو طويل وضعيف الطويل وضعيف حيل حيل صعبة يجذب انظار المارة هنا فهو قد يكون اطول رجل في محافظة صلاح الدين لكنه يطالب بالاهتمام والرعاية درست كلية القانون تخرجت من عدها في 2017 ما لاقيت اهتمام لا من ناحية تعيين لا وزارة الرياضة ولا اي وزارة اخرى لدى عبيدة طموح في افتتاحه منتدا خاص بشريحة طوال القامة في العراق لإيصال ابداعاتهم وطموحاتهم الى الجهات المعنية وسط تمنيات بالتطوع في سلك الدفاع لخدمة البلد عندي ان شاء الله فكرة انه اسوي منتدى الشباب الاطوال بالعراق يعني اجمع من الشمال للجنوب الغاية انه دا نبرز انه دا نقول للحكومة العراقية وللعالم انه احنا يعني مو شاذين وهوايتي وطموعي انه ادخل الكلية العسكرية واكون واخدم العراق بكل دمي وبينما تهتم الكثير من الدول بتطوير المواهب واستثمار مهارات طوال القامة في بطولات رياضية تتواصل الدعوات لتقديم الدعم والتدريب لهم ولغيرهم من اجل تعزيز وسقل مواهبهم في مختلف المجالات فرصة قد لا تتاح لك مرة اخرى وهي ان تلتقي باطول رجل في صلاح الدين وثاني اطول رجل في العراق بعد فيض العساوي من الديوانية لذلك لا يفوت هذا اللقاء من دون ارتقاط سورة السلفي لتوثيق اللحظة هشامي جبوري الحرة سامورا